عنوان المقالة التي منعها رئيس التحرير لم تنشر على الجريدة نفسها هل تذكرين عنوان المقالة؟ باد نيوز إز نيوز يعني الأخبار السيئة هي الأخبار هي تشتغل الصحافة أنا أعترض على اتهام الزميلة عبلة رويني إذا كنا سنطفئ المصابيح فأنا أقول لها أنت التي ستطفئ المصابيح أياتها الأستاذة الفاضلة الإخوان لن يطفئوا أي مصابيح بل سيضيءوا المصابيح ويشعلوا أنوارها لتشع في كل العالم وليس في مصر فقط فهذا اتهام ظالم للإخوان الإخوان يدركون أن الإعلام وأن الثقافة وأن الإبداع هي القوة الناعمة التي تفخر بها مصر دائما وتنشرها في كل أرجاء العالم بخصوص مقالة زميلة عبلة رويني فهو لم يكن اعتراضا على نشر البقال من قبل رئيس التحرير وأرجو أن يعود السادة المهتمون بهذا الأمر إلى عنوان المقال جاء بعد تعيين الرؤساء تحرير الصحف من قبل مجلس الشورى فكتبت مقالة عنوانها الصحافة المصرية لبسة الطرح معنى لبسة الطرح عندنا في مصر يعني كلمة معناها كالرجل الذي ينكسر فيتحول وكأنه لبس طرحة النساء يعني رؤساء التحرير هؤلاء كأنهم نساء وعندنا يعني عندما تصفين الرجل شوف معنى الوسير أنا طبعا أحترم حكا فطلب رئيس التحرير منها أن تغير هذا العنوان هي حكاة غير هيك أنت بتعرف هي عم تقول أنا حققت في الموضوع دعيكي من قوله ودعيكي من قول الذين دعوا أنهم منعت مقالاتهم مقالات الكتاب لم تمنع من صحيفة الأخبار كما زعم البعض حقيقة الأمر يا أخت زينة أن صحيفة الأخبار عندما جاءت لها قيادة جديدة أراد رئيس التحرير أن يوفر من النفقات اكتشف أن هناك مجموعة من الكتاب من صحيفتي الأهرام والمصور التابعة لدار الإلال يتقاضون في الشهر مكافآت تصل إلى كمسين ألف جنيه رغم أنهم يعملون في صحف قومية أخرى ويتقاضون منها مرتبات فقال لن أنشر مقالات بمكافآت أو بمقابل من أراد أن يكتب مجانا فليكتب وإلا أنا لن أنشر مقالات من الخارج هذا هو حقيقة الأمر والمقال الوحيد الذي منع في هذه الصحيفة كما حققنا في الأمر هو مقال الزميلة عبل رويني لإعتراض رئيس التحرير الذي لا ينتمي للإخوان وليست له علاقة بالإخوان اعترض على عنوان المقال قال له يغيري هذا العنوان لأن فيه إساءة لكل رؤساء التحرير زملائك الذين عينوا في هذه الصحيفة أنا بحترم على كل أحوال ما قلت لنا ولكي أن تسألي رئيس التحرير محمد حسن البنة التسلبي على التليفون